أبدأ عضو كتلة شرقة كانون نيابية زهرة فتلاوي اعتراضه على بعض لجنة النقل والاتصالات عن اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق في ملفات الفساد في إدارة الموانئ العراقية ووضح الأهمية وجود عضوين من النقل والاتصالات على الأقل في التحقيق في هذا الملف بعد الخروقات الكبيرة التي قدمها النائب ياسر الحسيني والمعلومات بخصوص مدير الموانئ العراقية وقدم أدلة وأوراق ثبوتية تشكلت لجنة في داخل مجلس النواب تشكلها رئيس المجلس برئاسة ياسر الحسيني أيضا وبعض الأعضاء ومنهم من البصرة أيضا هذه اللجنة التي شكلت أبعد عنها لجنة النقل والاتصالات حقيقة نحن أني اليوم ما يصير أبعد لجنة هي اختصاصها نقل واتصالات عن لجنة تحقيقية تحقق بملفات فساد وملفات خروقات في موضوعة الموانئ ما يصير أني أخذ جريرة كل الأعضاء اليوم بلجنة النقل والاتصالات المفروض على الأقل يكون أكو نواب اثنين من هذه اللجنة كأعضاء فيها اللي انطرحت في مجلس النواب أكو ملفات فساد عدياني مشاريع اليوم ضخمة في الموانئ منها ميناء الفاول كبير خمس أرصفة اليوم قاعد النفق المغمور ساحة الترحيب ساحة القمارق يعني مشاريع كبيرة وأموالها كثيرة أيضا ومخصص إلها والعمل ديجري حقيقة هي زارة لجنة النقل والاتصالات زارة الموانئ شافت الأعمال جارية ولكن ما حققت بملفات الفساد والأموال اللي قاعدت تنصرف على هذه المشاريع وأيضا الشركات وكيف إحالة العقود على هذه الشركات والأطراف اللي داخلة في هذه المشاريع اشتركوا في القناة